التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج أجبال مصر الرقمية ذلك لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات للنابغين في قطاع تكنولوجيا المعلومات كما وجه السيد الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة الانتهاء من إنشاء مدينة المعرفة والتوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية والانتهاء من مشروعات التحول الرقمي وميكانة الخدمات الحكومية وإتاحتها لكافة المواطنين بشكل ميسر التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله تناول هذا اللقاء استعراض محاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلف السيد الرئيس الحكومة بالإعداد له بالإضافة لأهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية ومتبعت ما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات في إطار التعامل مع الموقف الاقتصادي في ظل الأزمات المالية العالمية كما تناول هذا اللقاء أيضا آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ونقاط التقدم المحرزة وصولا للاتفاق النهائي مع الصندوق أكد الرئيس التونسي قيس بن سعيد على ضرورة الخروج من الوضع الذي يستهدف مؤسسات الدولة والوطن جاء تصريحات سعيد خلال استقباله بقصر قرطاج الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة وقد أوضح بيان صدر من الرئاسة التونسية أن هذا اللقاء قد تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس أكد الرئيس الأوكراني فلودامير زينيسكي أن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو ستة ألاف كيلو متر مربع منذ أن أطلق هجومه المضاد مطلع شهر سبتمبر الجاري أقال زينيسكي أن قوات بلاده ما زالت تواصل تقدمها شرق وغنوب أوكرانيا خاصة في منطقتين خاركييف وخيرسون وأضاف أن الجيش الروسي يقصف البنية التحتية للطاقة ردا على هزيمة قواته في خاركييف ترحت المفوضية الأوروبية مسودة مشروع لتقنين استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة وفقا لهذه المسودة يتعين اختياره ما بين ثلاثة إلى أربع ساعات في اليوم لتقديم الاستهلاك ويترك للدول الأعضاء تقدير اختيار هذه الأوقات خلال ساعات اليوم كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا ظون درلاين قد تشفت في وقت سابق عن تدابيرها من أجل مواجهة أزمة الطاقة تشمل هذه التدابير تقليص الطلب والتخزين المشترك وتنويع المصادر فضلا عن استثمارات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة اندلعت اشتباكات حدودية واسعة النطاق ما بين أرمينيا وأذربيجان وقالت مصادر عسكرية أذرية إن الاشتباكات قد أسفرت عن سقوط عدد من القتلى لم يحدد عددهم يذكر أن الحرب بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناكورنو كارباخ المتنازع عليه قد انتهت خريف عام 2020 ومن وقت لآخر تتجدد الاشتباكات الحدودية بين الجانبين أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة عاجلة إلى نحو مليار دولار من أجل منع تفشي المجاعة في الصمال قد أوضح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفث إن الصمال وحده يحتاج إلى نحو عشرة مليارات دولار من أجل منع هذه المجاعة وأكد أن المنظمات الإنسانية تحشد الموارد الإغاثية وستتقدم بالطلب هذه المساعدات من كافة المانحين خلال الأسبوع المقبلة وقد أضاف جريفث أنه إذا لم يتم زيادة المساعدات ستظهر المجاعة في منطقتين بالصمال حيث يهدد الجوع هناك أكثر من أربعمائة ألف طفل ما بين شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخرية مصر بعد هذا الفصل ترجمة نانسي قنقر